يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون السلام عليكم سبايا كيفكم شو اخباركم طمنوني عنكم ان شاء الله امركم بخير ان شاء الله انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم تكونوا بألف صحة وخير خلينا نسمي بالله ونصلي عن بينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبلش الفيديو سوا طبعا فيديو اليوم فيه كتير نشاط وكتير انه اللهم صلي عن بيت ما بقوله بداية المونة صار عندها بنتي بالمدرسة بازار فرحات رح افرجيكم كمان كتير مبسطة فما حسنت اصور طبعا البازار كله لاني كان كتير زحمة صراحة اول ما رحت على البازار بس اخدت لها لبنتي اكلات طيبة واخدت لها اللعبة حلوة والله ومصلي عن نبي بعدين بلشنا طبعا بالمونة مونة البازالة مونة اليبرق هلا انا صورت لكم اليبرق بس ما صورت لكم انه كيف بعد ما طبقته ها هلا لاني بصراحة كان ولادي جنبي وكتير تعذبت لبين ما خلصت الله يحميهم يا رب ويحمي لكم ولادكم والله ومصلي عن نبي يعني بهالفيديو رح تشوفوا انه كذا الشغلة ان شاء الله رح تعجبكن مثل ساوت حالة كتير طيبة اول مرة بتجربها بنصحكم تجربوها عن جد كتير كتير انه طلعت طيبة ومكوناتك كتير سهلة وبسيطة وخلينا نبلش الفيديو سوا وان شاء الله بتحبوه اذا حبيتو ان شاء الله لا تنسوني من التعليق والاعجاب والله ومصلي عن نبي اتفعلوا زر الجرس حتى يصلكون كل فيديو جديد بإذن الله طبعا يا صبايا عبصير عندي انه شوي انه فترة بين الفيديو والتاني معلش تك تتحملوني لاني الله ومصلي عن نبي صير علي ضغط شوي عن جد بشغل البيت بالولاد ميت قصة وقصة فان شاء الله انه ما رح اوقف بتنزيل الفيديوهات بإذن رب العالمين بس رح يكون في فترة ان شاء الله بين الفيديو والتاني على حسب متل ما بتعرفو انه وقتي هون متل ما شايفين جهزت القهوة إلي ولا زوجي شربنا قهوة وكان عندي روحة على البازار لبنتي هون بنتي هنا كانت كتير مرضانة الله يحميها يا ربو يحمي لكم ولادكم عزبتني شوي ضلت نهار كامل عفو منكم تستفرغ بالليل بعدين الحمد لله تحسنت شوي وكان عندها بازار فلبسته وجهازته هي واخواته وبعدين رحنا على البازار وهلأ متل ما رح تشوفو تفاصيل رح كتير كتير يعجبكم الفيديو اليوم يخليلي قلبكم وربي يسعدكم يا ربو شمك يا رحي تعي امي تعي تعي ماما يلا مندي يغسل وتشو صباح الخير شامو يهش فيك شعراتك الله فوقتي من نوم صباح الخير يلا تعي ماما نغسل وتشن تعي رح يا علي ان شاء الله امبالحة منام ما نامت الليل طاول يا حرم هي وتستفرغ اخذ برد امبالحة بعطن عند الانسة بس ما كتلن يعني رجعت تعبانة هي عن الانسة قريبة مني فرجعت تعبانة والله طول الليل عبتستفرغ وما حسنت تتنام ابدا طبعا سهرتني مع الله يحميها يا رب واليان فاق متل ما شايفين وتشا تعبان يعني يلا ماما تصلي وتشاك يلا روحي يلا شعرون يلا روحي اقول لها عبتا بها معجون اثنان معلش جوحي شخص لك اشفت 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 تجعل نفسها يوم ما بتعب تجعل قال لي زوجي سوي لبطاطا والطبطاطا انا معرفة البطاطا اذا العفل معدة يعمل البطاطا يساوي لكن البطاطا لا أظن انه للاستفرغ فأنت المنزل سألت ماما فقطت تعمية لبن لبن منحنا لما تستفرغ رجيني يا عيني وين فانك؟ وين فانك؟ اههه يا عيني هل بنات الحلوين؟ داروح يلنا عملنا القلب عملنا القلب عطي لمبوسات يا عيني صباح الخير صباح الخير هل تتعلم عن الأنسة؟ ما تتعلم عن الأنسة؟ أليس جاهزة أمام 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 صباح الخير صباح الخير ميمو خانم أين رايحة؟ أمام المدرسة ما لدينا اليوم في المدرسة؟ ما لدينا؟ ما لدينا؟ ما لدينا اسمها؟ بازار ما لدينا؟ لدينا أكل لدينا ألعاب صح؟ سأذهب إلى البازار سوف نشتغل حلوين ماذا؟ شطورة ما هي تصريحة القصة؟ ما هي تصريحة الحلوين؟ يا عيني خليلي البنات هون متل ما شايفين يا صباح كان كتير زحمة والصوت فعلا كان مزعج مشان هيك انه ما عفتوا الصوت انه أول شي سماعتكن وكان الصوت كتير عالي كان المدير عبيحكيه ففرجاتكن هون شلون عن جد أنا ما كتير انه بصراحة بدوق الأكل التركي عرفتو كيف فهون لما بصراحة يعني خصوصي المعجنات عن جد منظرة كتير بشهة يعني عن جد يسلم أيديهم اللي مساوينهم منظرهم كتير بشهة المعجنات حتى بنتي مونة قالتلي ماما بدي منهم كلهم يعني فأخذت لها من كل نوع قطع واحدة يعني اش هالأكلات الطيبة مونة حبيون هدول كل هدول إلي يلا روح يسحوا هنا يلا مسكيون مني يلا 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 اش عب تساوي نعمني عب تساعديني ا BER Lam خليين المتقين رابطين والنت كمان محمود ع mascot عب تساعدني مممم اتل ما شايفين يوا صبايا هون جب لي جوزي مونة والزيلة فاي اعطي هايكا بعد عب تسcious هون شامو عب تساعديني هنا والله لساعتها مرضانة مشان هيك نايمة وهون قعدت هيك هي اتسلة قلت بخلصها شوفوا الحباي قديك بويسة مشاء الله بسم الله مشاء الله هي صبايا منتلي يبرق كمان رح اصابيها كلها رح اشاء الله اطبقها هيك بالمطربانات عطريقتي طبعا طبعا طريقة ماما هي كمان وتعلمتها رح اصاويها طبعا صعب اضل اصور انا عب اطبق لان اولادي جنبي طبعا رح يخرجوا الدلاء الله يحميهم رح اطبقهم ان شاء الله اخرجيكم هولا الصراحة كنت محتارة شو بدي اساوي اكل انه طبخة للبيت فاللهما صلع النبي ما لقيته كان عندي فخات بالمتل ما شايفين بالفريزة فقالت نزلتهم اساوي بتطف فروج فاللهما صلع النبي متل ما شايفين انه نضف طان وكنت ناقعتهم بمي وخل انا بنقع لفخات مي وخل يعني قبل كم ساعة مشان كيف ده القان مشان انه ينضفوا هيك يعني بصير احسن انه بينضفوا من اذا فيهم شي او هيك بعدين انه بغسلم فمتل ما قلت لكم يعني لما حطيت البازيلة بالفريزة فخطرة عباري هي الاكلة فنزلتها يعني انه على السرية نقاطم يعني تقريبا شي ساعة ونص تيك نقاطم تقريبا وبعدين هيك يعني حطيت الله هي التبلاء انتوا طبعا شايفين اكيد اللي نتابعني فيديوهات سابقة وتبلتها وبعدين قطعت البطاطا واللهما صلي عن نبي وهي هي اكلة على بعضة يعني بعدين ان شاء الله صحوا هنا على قلبون يعني اكلوا بعدين يا صبايا كان عندي هيك انه شفت اكلة عجبتني بصراحة كتير وانا انا كيف ده قلكن انه بحب اجرب اكلات جديدة ما بحب انه دائما انه مثلا لقاته على طول اسابقاته مثلا سوكسي كريات العبد الجيلة اللي بحبوها الولاد كتير ما بحب انه ضل اركز على هاي الاكلات لا بحب اجرب اكلات جديدة اكلات مثلا مرة ساويت قدرت قادر طلعت عن جد كتير كتير طيبة فشي نهاريك رح اساوية واشاركها معكم اذا رب العالمين يعني بحب هيك اجدد عرفتوا كيف ما بحب انه مثلا مثلا لما نزل ترند انه طائط السلطان كمان فحبيت اني اجربها رغم انه شغلة عن جد فيه انه شوي صعب فلا انه بحب اجرب بحب انه اشوف هالاكلة عن جد طيبة لا لا فهاي الاكلة الحالة اليوم اللي رح تشوفوها شفت انه شفت عنات فكتير عجبني منظرة عرفتو كيف هلا هي كان بده فراز اكتر بصراحة انه بده كمية فراز كتير يعني فانا ما توقعت انه انه تكون قليل شوي الفراز لاني لازم يكون الوجه للحالة يعني بين الفرازة والفرازة متل ما بقولو ما في مسافة ابدا فا اول شي هيك متل ما لكم شايفين هون بعد ما خلصت الاكل وتعشوا ان شاء الله هنا على قلبهم هون ساويتها طبعا بالليل عرفتو كيفية الصباية لاني بده تحطوها بالبرياد ليلة كاملة او اذا كان تجميل بريادكم ممتاز بكفي الساعتين ثلاثة بس انا بما انه ليل يعني فحطيتها لتاني نهار الصباح هون بده بس انه هدول هده متل ما بقولو انه بسكوت التراميسو موجود بالبيب للصباية اللي قاعدين في تركيا اكيد بيعرفو وحليب وفراز وكرام شانطي طبعا فهون كان لازم احطوا شويه حليب متل ما شايفين بشان انه اغمس البسكوت وبعدين انه اجيب ورقية زبدة اعمد ورقية الزبدة بالاول هيك فوق الملمرة وبعدين ابلش اصف الفريز كله هلا هون انا وعبا ساوية بلشار مو الولاد نايمين فعب احكي عبا بمنتج انا عرفتو كيف عبا احكي انه هيك اسهلي فعلا بس كيف ده الكون بين الكلمتين والكلمتين في مسافة كبيرة يعني انه مالي حاكي قالته بالشغل او هيك فلا قلت يعني لا انه بدي اسهلي على الفيديو لا اني بدي انه ارجع عيد من اول وجديد لا قلت خلاص بلغي الصوت وبمنتج انا فعن جد شفت انه طريقة المونتاج انه انا عب اشتغل كتير اسهلي من المونتاج بعد ما انه اضبط الفيديو هيك بس متل ما بتعرفوا انه صعب كتير بنهار لاني الله يحميه اللي صغار بيكونوا موجودين فبتطلع الصوات يعني هيك فرحتك تقولي بالتعليقات انه تحبي الله خفيه الصوت احسن الله يحميهن يا رو فلا فضلت انه يكون تصويري بالليل عرفتوا كيف يعني اذا حكيت على الفيديو بيكون افضل فهون هيك كان بده كمية فريز اكتر انا توقعتها ممتازة بس يعني بصراحة انا كيف ده الكون انه ولادي كتير بحبوا الفريز فهيك نقورولهم كم واحدة انه لما قطعتهم وبعدين انه حطيت البقية هون اللهم صلى عن نبيك صدت اغطى شوي بالبسكوت التراميسة صرت اغطى شوي بالحليب بس الوجه مش عما انه تنخبس كتير لان هيك فورا انه كيف يعني لما البسكوت بحليب بصير هيك بتصير فبعدين بلشت هيك امده كله على وجه الفريز متل ما شايفينا الله راح خبط شمع بتاعك تحتها انه ورقة زمتة فالفتوا كيف مش عاقلوه احسن الفها شمع تحت لنمتنينво شمع تحت لذلك شمع تحت لذلك شمع تحت لذلك شدت هلأ هكذا ما شايفين انه صارت ممتازة. هلأ راح تجلش المزلة فوق هون طبقة البسكات. بس هلأ جزم انه الكمية كلها كتيرة بس حسب انتم بشوف العين. هلأ هون شوفوا صبايا هيك بتصير. هلأ انا محسنت افرجيكم انا عم بلفة لاني بصراحة يعني بدك كتير تركيز ازا لفيت الفة غلط بتفلط. فكتير تعزبت فيها فمحسنت اصور لكم. هلأ بنت احفط البلياد لحتى شوفو هون مبين يعني كيف هيك بالقلبة اللي بكريم شانطة وهون الفريس. ونفس الشي يعني مبين من الطرف الثاني كما لكون شايفين شوفوا اللفة. فهلأ ابدى حط بالبلياد لبكرة الصباح. والله مسلع نبي تبقى بفرجيكم ان ان شاء الله النتيجة. وهون يا صبايا تاني نهار الصباح بعد ما انه اكلت الحلق طبعا صارت باردة كتير عن جد كتير طيبة وبنصحكم تجربوها وراح تحبوها ان شاء الله وتدعو لي. ولهون يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلص بتمنى يكون عجبكم وحبيتو الله يساعدكم يا رب لا تنسوني من لايك والتعليق والاشتراك بالقناة بامان الله.